المالية الخانقة التي يمر بها الفريق حقق فريق اتحادا عام فوزه الخامس تواليا مرتقيا إلى المرتبة الثالثة بنقص مباراة وهذا بعد الفوز الكبير على شباب كرزاز بخماسية كاملة مقابل هدف واحد هذا هو طالب مسؤوله الفريق السلطات المحلية بتقديم الدعم اللازم مرتبنا لنه لنا وركشتنا قاعد صغرا نحن اليجان وهم زعلنا زل عاداً تقريباً نقاعدنا 21 كباراً والنتيجة زعملنا لعبنا وان قريباً نفعلنا وفاقنا لنتيجة إرادة اللعبين هي اللي صنعت الفريق النس كم فقدها رانا غيوحدنا مكاش لي عاوننا مكاش ركفا مني فرص يضمين الجيمش يجبض غير من جيبة انحسنا حسنين لعاونه ندل على هذا الانتصار هذا. انتصار هذا ما جاش من باطل كما يقولك. جاب مجهود لعبين. المجهود اللي رام يبدله اللعبين وحدهم. السلطات هذه ما هيش تشوف مانبا في هذه الجوار. ما كانش لعاب دايدة راهم. ما كانش تحفيزات هي الطالية ما كانش. نتمنى من السلطات السلطات الولائية والسلطات البلدية خاصة البلدية يشوفين رئيس البلدية. والوالي محمد حجار اللي را عنده بأخلى بصمة هنا في ولاية نعامة.